بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا بكم مع الدرس الثاني في المحاضرة رخم تسعة وهنبدأ دلوقتي بكم نقطة كده على السريع دي النقاط اللي هنسأل عنها في التدريب عشان تكون مجهزين أدامكم كويس احنا بدأنا المحاضرة الرخم تسعة بنتكلم عن توليرانس أوف سيلف والإمي اتش سي ريستريكشن ده عنوان المحاضرة اتكلمنا وقلنا تسيل أول ما تخلقت في البولمارو دخلت الدم من الدم دخلت الثايمس في الثايمس راحت على الكورتكس ده اللي قلنا هنج في المحاضرة اللي بات charts حصل لها عشان تظهر T-cell receptor CD4 CD8 عليها وتحولت من nud سيل يعني خلية معليها اي حساسات معللها اي خلون الاستشعار يلها خلية عليها كل انواع خلون الاستشعار اللي هي T-cell receptor CD4 CD8 CD3 هذه الخالية ال Double positive عشان علها CD4 CD8 في الكورتكس انت عارض عليها محمل بميبتايد عن طريق الثايميك كورتيكال أو الكورتيكال ثايميك بثيليل سل وكان السؤال الامي اتشي سي ده اللي هو بتاع الجسم انت عارفه ولا مش عارفه تداري ترتبط بي ولا لا لو عارفت ترتبط بي تنجح وتعدل الاختبار وتكتازز الاختبار وتتخرج محمله اما بالسيدي فور او بالسيدي ايت وانا تحمل بالسيدي فور لو كان التفاعل بينها وبين الامي اتشي سي كلاس وان تبقى سيدي ايت لو مع كلاس وان وتبقى سيدي فور لو مع كلاس تو خلاص الخراجت دلوقتي وخرجت لنا الخلية او معلش مش خراجت اكتازت الاختبار الاول ووصلت لنا الخلية سيدي فور او سيدي ايت سينجل بوزيتف سل علشان تدخل الاختبار التاني اللي اسمه اللي هيحصل فين في الثايمس ميدالة حتتعرض الخلية من الاجزامنر اللي هيعرض على الخلية هنا السلفة MHC والسلف بيبطايد اللي عليه إما عندنا خلية في الميدالة نفسها اسمها الميدالري ثايميك بيثيليالسل وفي خلية تانية معنا اسمها الثايميك دندريتيك سل اللي تندرتهم اللي هيعرضوا السلفة MHC والسلف أنتجن اللي عليهم على مين على التي سل اللي هي إما CD4 وإما CD8 والخلية اللي هتتفاعل بقوة مع هذا السلفة أنتجن فمعناها النية جاوبة إجابة خاطئة لإن كان المفروض الإجابة بتاعتها تكون نيجاتف يعني تكون نيجاتف يعني النية ما تعرفش تتفاعل تبسل بيه في التفاعل فهي لو تفاعلت معناها النية خلية قد تتفاعل مع خلايا الجسم لاحقا وممكن تسبب أمراض مناعية ممكن تعمل أوتو أوميون ديزيز وعلشان كل الخلية دي لا يحصل لها ديليشن يعني ايه تحزف من الجسم ما يحصل لها ايه أبوبتوزيز بينما الخلية اللي لن تتفاعل يعني مش هتتفاعل معه السلفة أنتجن فمعناهن الخلية دي ايه ينفع تتخرج بعد كده وتخرج جراديويتد وتبقى إما CD4 أو CD8 اكتف سيل تشتغل في الجسم بعد كده واتفقنا السيلز اللي انفولفت إما الميدالة الريثيميك بيثيل السيل أو الثيميك دندريتك سيل الاوتكم بتاع النيجدف سيليكشن اتفاقنا عليه هيطلع علينا الخلايا فقط اللي هتخرج هي الخلايا CD4 أو CD8 اللي لم تتفاعل لا تتفاعل مع السيل في بيبتايت الميدالة الريثيميك بيثيل السيل اللي هي الإجزامينر الأولاني بتعمل الإجزامينيشن بتاعها ازاي أو بتاع عرض الأنتجن ازاي على السيلفة أنتجن على الامج سي كلاس 1 أو كلاس 2 عن طريق حاجة اسمها الأوتوفيجي هي الأوتوفيجي ده اللي يتكسر بروتينات داخليا فيها انترا سيلر بروتين انترا سيلر بروتين ستكسرها وتعرضها على سطحها على الامج سي بتاعها في الأصل كلاس 2 بتعرض على كلاس 2 وداء يجوى الليلة إن في الأصل كان كلاس 2 الامج سي كلاس 2 بتحصل على أنتجن جاي من خارج الخلية لكن المرادة بنقول لا هتعرض أنتجن من داخل الخلية على كلاس 2 وهذا الشيء الانيوجول اللي هو كلاس 2 يبقى موجود من داخل الجسم ومن داخل الخلية يعرض على الكلاس 2 أنتجن من داخل الخلية يعرض على كلاس 2 أنيوجول ولكن ده بيزود التنوع في عرض الأنتجنز بتاعت الجسم على مين؟ على التسل هتقابلنا مشكلة حاجة اسمها التشوسبسيفيك بالأنتجنز يعني إيه؟ عندنا خلايا زي الهارت أو أعضاء زي الهارت القلب والكيدني الكلة فيها بروتينات خاصة بيها مش موجودة بكثرة داخل الثايمس فمش بالضروري أو بالضرورة أن التسل هتتضرب عليهم فممكن تتخرج وهي مش عارفاهم فلو قبلتهم في الجسم هل ممكن تعمل ده الموضوع ده نتكلم فيه موضوع التشوسبسيفيك أنتجن فده يعتبر التشالنج يعتبر تحدي هذا تعرض ده التسل لكن سبحانه وتعالى جعل فيه ميكانيزم يقلل من هذا الخطر اسمه إيه؟ الإير ترانسكريبشن فاكتور إيه الإير ترانسكريبشن فاكتور ده؟ قال لنا الميدالري ثايميك إليثيليال سل ربنا سبحانه وتعالى خلها عقدر علانية إكسبريس حاجة اسمها الإير ترانسكريبشن فاكتور اللي بيساعدها إن هي كمان تعرض على التسل عدد كبير من التشوسبسيفيك بروتين بس هو السؤال هل هي هتعرض كل التشوسبسيفيك بروتين لا في الحقيقة الموضوع بيكون يعني في بعض الأنسجة اللي مش هتكون ممثلة في الثايمس ولا هتعرضها الميدالري ثايميك إبيثيليال سل وبالتالي عدم موجودها داخل الثايمس وعدم اختبار التيسل عليها وتدريب التيسل عليها هيعمل إيه هيؤدي إلى إن في بعض التيسل سلف ري أكتف تيسل سكيبينج النجاتف سيلكش يعني هتعدي من الاختبار وتتخرج وهي في الحقيقة ممكن تكون تتفاعل مع بعض أنواع الأنتجن اللي مش هتفيت هاش في الثايمس أهمية الإير اللي موجود في الميدالري ثايميك إبيثيليال سل اللي هو إكسبريس دا عليها اللي هو الترانسكريبشن فاكتور دا هو فيتل في إنه بيوسع نوع السلف أنتجن وبالتالي بيقلل من خطر الأتمون ديزل بشكل كبير الخلية التانية اللي بتساعد في عرض الأنتجن على التيسل أثناء عملية التدريب هي مين؟ علشان خلية دا هنا كده هي الثايميك ديندريتيك سل هي دي الخلية التانية اللي هتساعدنا في عرض الأنتجنس أو تدريب التيسل دورها مش واضح قوي ولكن هي من ضمن يعني المعلومة الوحيدة اللي عايزي نعرف عنها إن هي كده هي بتشارك في تدريب التيسل مع الميدالة الرثايميك بثل السل في لجنة الميدالة في منها نوعية في منها نوعين من الثايميك ديندريتيك سل في ريزيدنت يعني هي تخلقت وتصنعت داخل أيوة الثايميس وفي منها النوع التاني الميجريتوري ميجريتوري دي علشان جاية من خارج الثايميس محملة بأنتجن تعلو داخل الثايميس بنسيب من الرولز والكلام ده إذا نجمع الخلية بتاعتتي تيسل اللي هتمر من هذا الاختبار تمر إمتى لما ما تتعرفش على الأنتجن لا تتفاعل مع الأنتجن كده تتخرج طب لو تفاعلت مع الأنتجن ديليتت بالأبوبتوزز يبقى الساكسفول تيسل هي اللي أيوة لا تتعرف على السلف أنتجن بينما لو تعرفت أصلا لو إن هي تعرفت على السلف أنتجن ده يعتبر بوزتف وبوزتف معناه أن هي تموت لكن لو ما تعرفتش تبقى نيجاتف يعني جابت الإجابة إيه قالت أنا ما عرفش ده نيجاتف سلبي اللي جابت عدة سلبية دي كده ممكن تتخرج حلو هتخرج محملة بإيه يا إما بالسيدي فور يا إما بالسيدي ايت خلاص الديوريشن بتاع السيليكشن كل العملية على بعضها بتاخد حوالي أسبوعين الاختبار ده مش اختبار سهل كده تبعد تتضرب لمدة أسبوعين علما يعرض عليها عدد ضخم جدا من الأنتجنز في الجسم عشان تبقى عرفة الأنتجنز بتاعة الجسم ما بتضربهاش لما تخرج بعد كده هتخرج من الثايمس إزاي مش معروف أول موضوع ده البرادوكس اللي هو بيقول عليه بقى المؤلف بيقول إيه والله أنا بلاحظ حاجة هو والتيسل ريسبتول لما يتفاعل مع السل في امي اتشي سي وريجوجنيز ات في الاختبار الأولاني نعتبرها كده خلية ناجحة وتبصل لامتحان تعد الاختبار بينما لما التيسل ريسبتول نفسها تتفاعل مع السل في امي اتشي سي في اللجنة التانية بتاعة المضالة لو تفاعلت وتعرفت عليها نعتبرها فشلة ونموتها مش ده برادوكس وده كده فيه كلام غريب نقول لأ انت فهمك هو اللي فيه مشكلة سيادة المؤلف ما احترامي ليك في كل هذا الجزء اللي عمل تحاول تشرحي المشكلة فيه ده المشكلة ببساطة انه الاختبار الأول التفاعل ما بين التسل ريسبتول والسل في امي اتشي سي هو اختبار يا جماعة هدفه اتأكد ان التسل ريسبتول عندها ريسبتول بتتفاعل مع السل في امي اتشي سي والاختبار بين مين ومين التسل ريسبتول والسل في امي اتشي سي إنما في الاختبار الثاني الهدف عندي السيلفة أنتجين اللي موجود على السيلفة مياتجيسي وده سيلفة فلو تفاعلت مع السيلفة أنتجين وضربته ما ينفعش تكمل معانا لأن السيلفة أنتجين لما تطلع برة من الثايمس وتمشي في الليمفاتيك سيستم إيه اللي هيحصل هتتعرض لكل الأنتجين اللي موجودة هي السيلفة أنتجين فلو تعاملت معها ضربتها معاناها نعملت أو أوتوميون ديزيزيز فعلشان كده الجزء ده كله على بعضه ما تتعبوش نفسوكو فيه لأنه للأسف الشديد إن الدكتورة واضح نها مش فاهمة ويلا بينا ندخل عامين على الاختبار أول سؤال في الاختبار ندخل بسراءة المعاشية أول سؤال بيقول لي في الثايمس كورتكس يبقى الثايمس كورتكس بيحصل فين الله عليكم في الثايمس كورتكس what type of cells are formed هل double positive ولا single positive ولا double negative ولا single positive الله عليكم single positive cell اللي محملة إما ب CD4 أو ب CD8 ندخل على السؤال اللي بعده بنتقله منين أيها كده حرك بس الشمال كده ينقل معا بيقول لي الـ choice of CD4 أو CD8 كورسيبتور بيعتمد على إيه إمتى هتبقى CD4 أو CD8 وإنه بيعتمد على هذي الـ random chance بالصدفة ولا أنتج جوجنيشن بي كلاس 1 أو كلاس 2 امي اي جي سي ولا strength of the cell signal ولا location of the cell وإن ثايمس برفو عليكم حسب الأنتج جوجنيشن هل هي تعرفت اتعاملت في الاختوار الأولاني مع كلاس 1 ولا كلاس 2 لو كان اتعرض عليها الأنتج جوجنيشن على كلاس 1 هتتحول إلى CD8 والـ CD4 يحصل لها down regulation ولو اتعرض عليها الأنتج جوجنيشن على كلاس 2 فهتحول إلى CD4 والـ CD8 يحصل له إيه down regulation فبيقول لي if this cell recognize Antigen presented by كلاس 1 it will become هتبقى إيه CD4 خلي بالك كلاس 1 اتعرض عليها الأنتج جوجنيشن بكلاس 1 في الحالة دي بالأنتج جوجنيشن بكلاس 1 هتكون إيه بعد كده هي CD4 ولا regulatory ولا CD8 ولا double positive هتبقى CD8 برافو عليكم لأنه تعرض على كلاس 1 طب لو عكسنا السؤال اتعرض عليها الأنتج جوجنيشن على كلاس 2 فتصبح CD4 والـ CD8 يحصل له down regulation what happens للـ CD4 expression على T cell that recognize an antigen presented by كلاس 1 MHC لو خلية CD4 واتهاب للـ CD4 expression خلي بالكم لو خلية دخلت الاختبار اتعرض عليها كلاس 1 يبقى هتبقى CD8 CD4 اللي كان عليها يحصل له down regulated where does the test for self-tolerance negative selection take place احنا قلنا كل التست يحصل فين بالنسبة للـ T cell في الثيمس طيب الطولرانس يحصل فين ما كان في الثيمس في المدلة طب والـ MHC restriction أو positive selection يحصل فين في الثيمس في الكورتكس طيب السؤال اللي بعده what is the exam question negative selection انتفقنا في positive selection كنا بنعرض عليها كان بيتم السؤال هو هل تقدر تعرف في الـ MHC ولا لا فلو جاوبة ايوة اعرفه يعني positive تنجح عشان كسمنا positive selection لو قالت ما عرفهوش يعني negative يعني اجابة سلبية كتتموت في اختبار negative selection هيحصل العكس ان هي هنعرض عليها self antigen وليس self MHC self antigen هو المقصود هنا نعرض عليها self antigen ونسألها تعرف فيه ولا ما تعرف فيهوش مش هنا بقى تعرفوهو ما تعرفوهوش خلي بالكم يعني ده اللي ما كنت عندكم في الكتاب بس ده غلط يعني شوك تتفاعلي معه ولا ما تضربيهوش التاك ولا لا لو التاك self antigen يبقى عملت حاجة positive يعني نعم يعني يسألها هل تقدر يعمل اي التاك ولا ما تقدريش لو قالت تقدر اعمل التاك deleted طبعا كلمة اعتبر كلمة خطأ ولكن خلانا زي الكتاب ما بيقول ولا تسل بروليفريت افك تبلي ولا ريجوج نايز السلف انتجين السلف بيبطايد اللي بريزنت بالليميتش سيمولوكيون يبقى هل تعرفتي وتفاعلتي مع السلف بيبطايد ولا لا هو ده السؤال بتاع طيب what the fate of تسل that او اتاك السلف بيبطايد اكيد يا جماعة ديليتد هتموت بالمين بالأبوكتوزز what could happen if self reactive the cell were not ديليتد طب لو ما حصل لهاش ديليشن لو فرضنا ما كانش بيحصل هذا في اي مشكلة في دلوقتي عند الشخص ده وظهرت خلايا سلف رياكتف هنخاف من بالأوتوميون ديزيز لين الخلايا سلف بوس يعني هي المسؤولة هي اللي هي في حالة قلنا نوعي two cell types different from those in positive selection طبعا احنا قلنا الاجابة الصراحة هنا انه هنقول ايه two types من الطيب what cell type is involved in testing the cell for self tolerance ايه الخلايا اللي بتعرض الانتوجن على T cell في self tolerance احنا اتفقنا اختبار self tolerance هو هو اختبار negative selection فلما اقول negative selection اقول self tolerance هما واحد لما اقول mhc restriction positive selection positive selection mhc restriction ال اثنين واحد ففي حالة self tolerance ايه الخلايا اللي بتعرض الانتوجن على T cell الميدال ريثامي كباثير cell do middala rithymic epithelial cell بوس self protein for presentation ازاي middala rithymic epithelial cells بتجاهز البروتين بتعمله يعني بتجاهز البروتين الجوا تعرضوا على T cell عن طريق عملية اسمها autophagy برافو عليكم بل autophagy عملية تكسير البروتين الداخلية وعرضها على T cell what class of mhc molecule are used by Bidala rithymic بثيل cell to present cell for antigen cd4 خلاص دي معدومة معروفة في المناعة cd4 يتفاعل مع الانتجن اللي presented على class 2 سواء بقى في thymus برا thymus وده دايما cd4 يتفاعل مع class cd8 تتفاعل مع class 1 يبقى جماعة mhc molecule اللي هيعرض عليه الانتجن وهيتم معرض الانتجن على صطق عليه للcd4 هيكون معروض على challenge for complete tolerance testing انه نوع من البروتينات يعتبر تحدي في عملية التولرانس وقلنا ليه هيبقى وضع خاص هيكون ليه وضع خاص هو مين التشوز بتسفك بروتينات لنحن يقولنا ديت عبارة عن بروتينات موجودة في اعضاء خاصة في الجسم مش منتشرة في الجسم بكثرة وممكن تكون مش موجودة بكثرة داخل thymus طبعا thymus بتغلب على الموضوع ده عن طريق عملية تانية اسمها air هنشوف دلوقتي طب السؤال اللي بعده what the consequence of incomplete intolerance to specific proteins هذه البروتينات التي لا تعرض في thymus بكثرة ويحتمل ان تيسل تطلع وتتخرج وهي self reactive ليها لو تيسل قبلتها داخل الجسم احنا خايفين من ايه ايه consequence ايه المضاعفات ايه المشاكل المتخوفين منها الوتوميون disease حلو اوي طيب ايه التranscription factor اللي الميدالة ريتيم كيبيثيلي الصل بتعمله اكسبريشن عليها عشان يساعدها تقلل من خطر الوتوميون اللي بتحصل بسبب الspecific antigens او تيشو specific antigens والن مين الair حلو اوي افتكروا air بتاعت الهوى طيب تقريبا تقريبا how many تيشو specific protein ziksebrist by الميدالة ريتيم كيبيثيلي الصل هل اقل من 100 ولا اكتر من 1000 ولا حوالي 500 ولا الرقم مش معلوم بالزبط في الحقيقة هم 1000 يعني 1000 بال1000 لكن يظل الموضوع incomplete what is second cell implicated in thymic cell tolerance ده بقى الموضوع الثاني معانا thymic dendritic cell وموضوع الثالث thymic dendritic cell ايه الخلية الثانية اللي بتعرض الانتجن مع الميدالة thymic epithelial cells على T cell ايمين thymic dendritic cell جميل what the characteristics shape of thymic dendritic cell وسمانها dendritic ليه طول عمرها بنسمي dendritic cell dendritic ليه علشان starfish like عشان عاملة زي كده السمكة اللي طالع منها عارفين السمكة النجمية طيب where do resident thymic dendritic cell develop thymic dendritic cell d develop دي فين هل في البونمرو ولا في thymus ولا في الاسبلين ولا في اللينف نون طبعا develop دي فين في thymus جميل where do migratory thymic dendritic cell acquire cell في antigen احنا ميجراتور يعني جايب الانتجن outside thymus جايب من بر بينما resident جايب الانتجن من داخل thymus فلما يسألني عن الميجراتور دي دين دري دي دي جايب الانتجن بتاعها في thymus بتصنعه في thymus ولا in various parts of the body ولا اقول اند بونمرو ولا احنا بنقول في اكتر مكان الجسم بتجيبه من خارج الجسم خلاص ال الشهادة graduated تتخرج what is the final result of thymic t-cell testing الاختبارات بتاعت التسل نهايته ايه نهايته ان الخلاص تتخرج تتخرج ازاي يعني هال population of self-reactive t-cell لا مصيب ما هو لو خرج population من ال self-reactive معناها auto-community هال population من التسل تولير انت تسل فانتوجن اه ده صح طب هال population انتبقول عايزين to answer الصح هال population of t-cell that recognize foreign antigen only ولا population of t-cell that recognize self-mhc but not self-antigen presented by thymic dendritic cell or middle thymic epithereal cells فدي معنا صح دي معنا صح اللي تن صح مع بعض يبنا بطلع population من السل طولير لل self-antigen تفاعل الداخل الثايم مع الانتجنز اللي عرض على الثامج dendritic cell والميدال ثامج epithereal cell وقبلهم الكورتيك الثامج epithereal cells ومرت بكل هذه الاختبار بنجاح واتد كاركترستي of thymic graduate المتخرجين دولت نفس السؤال على فكرة يعني هال إكس بريس CD4 وCD8 ولا CD4 or CD8 ومعهم طبعا ولا إكس بريس low level of t-cell receptor ولا double negative طبعا قلنا اور على t-cell receptor ومعها واحدة من الاتنين CD4 وCD8 اللي بعد approximate how many double positive cells are tested daily in thymus فقريبا كده كم خل ده معلومة على الهامش كده يعني هو عمونا جماعة أكتر من 60 مليون خلية double positive cell tested daily في الثيمس كل يوم يتم اختبار أكتر من 60 مليون خلية how many single positive cells exit thymus daily كم خلية بتخرج من 60 مليون اللي تم اختبار هم 60 مليون تم اختبار هم كم بيخرج 2 مليون بس من 60 مليون بيتخرج 2 مليون بس اختبارات صعبة مش سهلة يعني من 60 مليون 2 مليون بس الخلال اللي بتفشل بتفشل تقعد على جنب بقى كده وتعايت لا بتموت على طول هل هي supported from thymus ولا become regulatory ولا عند رجوع apoptosis ده بينتحر الخلال اللي بتفشل بتموت بالانتحار بالأبوبتosis عشان عندها دم approximately how long the time testing العسل تقريبا كده the time testing بياخد وقت قد half few hours الاختبار ولا two weeks ولا several mant بياخد أسبوعين كل اختبار كل خلية بتاخد أسبوعين في الاختبارات مش سهل اختبارات صعبة جدا ومن الستين مليون الاثنين مليون اللي بنجحوا سبحان الملك آخر جزء معنا ولي قلتلكم حصلت العلامة دي في السؤال ليه دي انا حتري في السؤال عشان بقولكم هو للأسف الشديد في لغبطة موجودة عند الدكتورة صاحبة الكتاب هي بتعتبر انه في الحقيقة مفيش تناقض تناقض عندها هي فهمها كده وعلشان كده عمنا العنصر ده عشان كان العنصر ده على بعضه انا بعتبر ومش مهم انه ناتج على عدم فهمها او عدم ادراك وكلنا بشر طبيعي يا جماعة مش معنا المال اللي في المناعة اننا استاذ في المناعة اننا عارف كل حاجة لكن هي اي مشكلة بتقول اي بتقول في بارادوكس بتقول انا مستغربة ازاي ال T-Cell Receptor يتفاعل مع ال Self-MHC في ويكون الاجابة الصحيحة انه يعرفه بينما في الاجابة صحيحة انه ما يعرفه ايه بتقول كده هو الانت بتقول ده اصلا مش صح هو في التفاعل بين ال T-Cell Receptor وال Self-MHC ولازم ريجوجنايز علشان ده جزء من الجسم لازم تعرف لانه اللي هيحمل السلف انتجن بعد كده هو اللي هيحمل الانتجن هي اصلا ال T-Cell بعد كده لن تقبل اي انتجن يعرض عليها الا اذا كان معروض على مين على السلف M-HC جميل جميل انما في الاختبار التاني اللي بيعرض على ال T-Cell ويرتبط بال T-Cell Receptor هو السلف انتجن اللي موجود على السلف M-HC فده مرحلة تانية فلو تفاعلت مع هذا السلف انتجن وضربته ده معناه ببساطة ان هي هتضرب خلايا الجسم فهنا يتم التحزف او تخل في الابوبتوزيز الاجابة الصحة لها ان هي هتقول مش هضربه مش هتفاعل معاه مش مش هعرفه لا هي متعرفوش تمام مصيبة هي مش هتتفاعل معاه مش فالجملة اللي هي قالتها في الاول هي اللي عملت لها الاشكالية هي مش زي ما قلتلكم مفروض تبقى مش هتضربه مش هتتفاعل معاه او مش هتتفاعل معاه بقوة وضحت الفكرة وعلشان كده بتقول مش عارفي الكلام ده كله انا شايفه منوش لازمة السيرة اللي حديثت دي انا جايبها بالكتاب عشان بس موجودة بس انا شايف ان ملهج لازمة اللي عنصر على بعضه هو مبني على كلام خاطئ اصلا انا هتقول لكم علشان لو جابوه في الاختبار لو الدكاترة عندكم مقتنعين بالفكرة دي وجابوها في الاختبار ومقتنعين ان فيه بارادوكس هتجاوب لهم كده هيقول وايه البرادوكس ان بوث بروسس ريكوير سترونج تيسر هي دي هي بتقول اننا رغم ان تفاعل واحد تيسر ريسيبتور مع سلف مي اتش سي ان دي بيبتايد بينتج نتيجة مختلفة في الاولاني لو الاجابة صح لو الاجابة نعم تعدي وتكتز الاختبار بينما في الاختبار التاني لنفس السؤال لو الاجابة لا هي اللي تنجح ولو الاجابة نعم تموت نقول لا لا الفهم بتاعكو خطأ اصلا what is the riddle of self-tolerance how the immune system distinguish between self-and-non-cell self-tolerance ايه التكة اللي في how time has developed ولا how single T cell can signal three different outcome positive selection negative selection activation هي دي اللي عايزة تقولها بتقول ايه بتقول T-cell receptor تتفاعل مع السلف M-HC والبيبطايد اللي عليه وينتج عن هذا التفاعل ثلاث حاجات مختلفة مرة activation مرة positive selection مرة negative selection مرة الامر بموت الخلية ومرة الامر فده دي الحاجة اللي هي من لغبات الدكتورة صاحبة الكتاب what the current hypothesis explaining the different outcome بتقول different outcome الفرضيات اللي بتناقش الفرضيات اللي بتحاول تعليلها بتقول بتقول انه في عوامل هي اللي بتساعد على حدوث ذلك ايه هي strength of T-cell receptor MHC peptide interaction وال properties of presenting cell يعني بتقول الخلية اللي جايب الانتج اللي لها خصائص وحنا عندنا في positive selection من الخلية اللي بتاع عرض corticothymic epithelial cell فالها خصائص وفي المدالة في negative selection المدالة epithelial cell وال dendritic cell وبرة بقى لما تتخرج الانتج presenting cells الماكروفيد وال dendritic اللي بيحصل في النتيج التفاعل what factor informs the strength of T-cell receptor signaling فاكرين T-cell receptor signal بدري قوي وعرفنا تركيبها وليه التركيب موجود بالطريقة دي علشان السيجن تنتقل بس السؤال هنا مش عن الموضوع ده هو السؤال في نفس القصة اللي عمنا نغبط عند المؤلف بتقول ليه في اختلاف علشان في تأثير الخلايا اللي بتتفاعل وتأثير في T-cell receptor signaling طب ايه الحاجات اللي تأثر على T-cell receptor signaling اكيد الدرجة الارتباط بين T-cell والخلايا اللي تتفاعل معها أو الثامج dendritic أو الثامج medullary أو الثامج cortical cell والT-cell receptor clustering اللي درسنا في الأول والخو stimulation إذا كان في stimulation داعم أو مساعد what difference between presenting cell may affect which peptides are presented what difference between presenting cells presenting cells الممين زي ما قلنا في الثامج الثامج dendritic أو الثامج cortical والثامج medullary cell وهناك في البريفري هي بالانتج presenting cells فبتقول الفرق ما بين البرزن cells may affect which peptides are presented difference في البروتيوسوم ولا في cell size ولا الـ MHC class ولا cell location طبعا البروتيوسوم أحد أسباب الاختلاف اللي هي النظريات اللي بيقولوه بيقولوه قد يكون الاختلاف في البروتيوسوم اللي هو بيكسر البروتين جوه الخلي بسي ملتوك جماعة الموضوع كل ما بنى على إيه على نظريات أو على فكرة هي عند الدكتورة نفسها هي خطأ في المقام الأول بكده خلصنا الحمد لله الدرس ده هنتخل إن شاء الله ونشوفكم في الدرس القادم اللي هي بآخر درس المحاضرة رقم 9 أتمنى كده نكون لمن الموضوع وعرفنا باختصار شديد كده قبل ما نطلع من الدرس ده إن التسل تتكون في البولمرو تنتقل للدم البلد تدخل الثايمس تروح تستقر في الكورتيكس وهي لسه نود يعني ما مش عليها أي ريسيبتور كل عليها كتير البلد اللي يحميها من الأبوبتوزس لكن معلاش ريسيبتور تانية وأول ما تقعد في الكورتيكس تبدأ تعمل ريارانج منت اللي الجين بتاعت التسل ريسيبتور فيظهر على سطحها التسل ريسيبتور معاهي السيدي ثري السيدي فور والسيدي إيتا يكونوا موجودين الاتنين والفاس هيكون موجود وهيقل البلد تصبح سنستف للأبوبتوزس عشان لو فشلت تموت هيقل البسي اللي تو ويزيد الفاس وهيكون عليها السيدي ثري والسيدي فور والسيدي إيتا الاتنين فنسميها الضبل بوزيتف تست تدخل الاختبار الأول اللي هيعرض عليها السلف م اتش سي عليه السلف بيبتايد على الثيميك كورتيكال بثيليل سل فلو نجح فلو عرفت عرفته يبقى بوزيتف فكده تمر من الاختبار وتنجح لو ما عرفته تموت ديليتد وبعدين تقوم داخلة بعد كده تتخرج من الاختبار ده عليها اما سيدي فور او سيدي إيت عليها سيدي فور لو كان التفاعل في الاختبار الأول مع م اتش سي كلاس 2 وعليها سيدي إيت لو كان التفاعل في الاختبار الأول مع م اتش سي كلاس 1 بعد كده تبقى تصبح سينجل بوزيتف سل تدخل بقى الثايمس من جوه خالص تتفاعل هناك مع معروض على اما ام كلاس وان او كلاستو حسب على السيدي فور ولا السيدي ايت وحسب الاجابة هنا بقى لو جوبت وقالت مش اعرف بقى لو تفاعلت مع السيل في بيبطايد وضربته فتعتبر خلية غير مناسبة فيحصل لها من الستين مليون في اتنين مليون بس اللي بينجحوا في الاختبار ويتخرجوا ويبقوا سيدي فور او سيدي ايت هي دي كل المحاضرة على فكرة وكل الشغل بتاع في الاول وبعدين في الاخر خلصت المحاضرة سبحانك الله بحمد او خلص الدرس التاني معلش سبحانك الله بحمد اك نشهد الله الى الى انت نستغفرق انا اتوب اليك بالتوفيق ان شاء الله ربي زدني علما